تطورات الوضع في السودان من المواضيع الساخنة على منصات التواصل اليوم ربما لحظتم منشورات عن السودان مختلفة نوعا ما صورة زرقاء فقط البعض ظن أنها خطأ آخرون بحثوا عن عبارات هنا هناك مرافقة لها ليفهموا ماذا يحدث فاتضح أنها حملة لتسليط الضوء على ما يجري في السودان وهي تحت هاشتاغ Blue for Sudan أو أزرق من أجل السودان يغير الناشطون كما رأيتم صور البروفايلات هنا إلى زرقاء على تويتر وإنستجرام وفيسبوك السبب يعود لعائلة هذا الشاب الذي قتل في فضل اعتصام القيادة العامة اسمه محمد هشام مطر أفراد في عائلته هم من بدأوا بنشر صور زرقاء للتذكير بمحمد محمد كان يدرس الماجستير في الهندسة هنا في لندن عاد إلى الخرطوم فقط للانضمام للاعتصام واحتفل هناك بعيد ميلاده السادس والعشرين هذه صورته في عيد ميلاده قتل في الاعتصام أثناء محاولته إنقاذ إحدى المعتصمات قبل ذلك بسوائعات نشر صورة زرقاء على حسابه والده قال إنه كان يحب هذا اللون منذ الصغر فبدأت الحملة إحياء لذكراه لكنها سرعان ما تحولت للحديث عن وضع السودان خصوصا مع انقطاع الإنترنت والد الشاب محمد مطر أرسل لنا فيديو المقطع كان قبل بدء فض اعتصام القيادة العام الذي قتل فيه محمد يظهر وجهه في الفيديو لثوانية معدودة كما تشاهدون تظهر صورة محمد وقال والده إن إطلاق النار بدأ بعض التصوير بدقائق قليلة الفيديو السابق وصلنا بسبب صعوبة انقطاع الإنترنت في السودان المجلس العسكري الحاكم قال عن سبب انقطاع هذا الإنترنت تشغيل شبكة الإنترنت يهدد الأمنة القومية للبلاد الإنترنت لن يعود في الوقت الرائم التغريدات كانت كثيرة على هاشتاغ بلوفو سودان من بينها هذه التغريدة من هاجر اللون الأزرق كلما انتشر كلما تنتشر فكرة إنه السودان فيه أزمة مستخبية وغير ظاهرة في الوقت اللي السودانيين يبغون يقولون العالم اللي قاعد يصير معاهم ومو قادرين إحنا نتكلم بدالهم ولو بلون بس هذه التغريدة أيضا ممن يسمي نفسه دامباير اللون الأزرق تضامنا مع السودان النت مقطوع في السودان عشان ما تنتشر صور أو فيديوهات ويوصل للعالم الأذى اللي قاعد يصير للشعب السوداني لكن حتى لو انقطع عنهم النت احنا عارفين إنهم يتأذون ولازم نكون صوتهم هنا تغريدة من ستينلا ستينلا تقول يجب أن يعلم كل من يشارك في بلوفو سودان من أين جاء اللون كان محمد هاشم مطر أحد الشهداء الذين قتلوا في الثالث من يونيو كان يعشقوا هذا اللون هذا هو الأزرق من أجل مطر لنصلي من أجله ولأصدقائه ولعائلته